موسيقى اهلا بكم كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم واجزة سعيدة عيد الاطحى المبارك اللي طبعا الدنيا بتتضفر وبتبقى اكتر من اسبوع النهاردة الواحد اول يوم شغل في قلب البلد بس ما شاء الله لقيت الدايري الدنيا مشي حلو مفيش زحمة الدنيا معقولة يعني لكن كل سنة وانتوا طيبين رجعنا بعد غياب 40 يوم 35 يوم رمضان واجازة العيد العيد الفطر اللي احنا رجعنا منه كل سنة وعرككم طيبين لانهم بيقولوا في كنترول انت قلت عيد الاطحى عيد الاطحى بقى عليه 63 يوم كنا لسه بدي حسبه النهاردة لكن عايزين نتكلم مع بعض زي كل سنة بعد ما بنرجع ايه اهم الاحداث اللي حصلت خلال الشهر اللي احنا كنا واغدينه اجازة لانه طبعا شهر مسلسلات وبرامج وكلام جهاز لك اده سبع احداث شايف ان احنا محتاجين نتوقف امامه تحالوا نقف مثلا امام خمسة مايو الرئيس السيسي افتتح في هذا اليوم اربع انفاء لعبور قناة السويس لسينة والاول مرة يمكن على مدار سبع تلاف سنة عمر الدولة المصرية ايه لم يكن اكتر انت تقدر تتحرك من مرسى ما تروح لسينة دون وجود اي موانع الاربع انفاء استغلها المواطنين وشفنا صور ليهم وهم رايحين بيعبروا تلك الانفاء تكلفة الانفاء دي لوحدها اتناشر مليار جنيه ده كان حدث مهم جدا لانك لاول مرة بتربط مصر كلها بسينة تعالوا نروح بعد كده لحدث تاني حصل خلال شهر رمضان ولا يزال يحدث وهو تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصر احنا تقريبا دخلين على 16 جنيه ونص والسؤال اللي بيسأله دايما كل المواطنين طب لما الدولار اسعاره بتنزل والجنيه بيقوى ليه احنا ما بنحسش بفرق في الاسعار خلي بالك النزول ده حصل من فبراير الماضي يعني انت بتتكلم بقالك 3-4 شهور دايما لما تيجي تسأل اي حد مستورد يقولك لا استنى لما اغزة احنا بنعمل أوردر الشيرة النهاردة من الخارج للإستراد على بال ما يجيلي مصر واتراعوا في الاسواق بياخد 3 شهور فهتبدأوا تحس بنزول الاسعار بعد 3 شهور انا بقول للمستوردين النهاردة فات 3 شهور ليه مش حاسس بخفات في الاسعار انت عارف الدولار المتراجع قرابة 7% يعني مثلا لو انت بتشتري عربية 8-20000 جنيه مفروض تنزل 14000 جنيه 7% وش طبعا لو انت بتشتري بالدولار يعني بس العملات كلها متراجعة امتى انا كمواطن هحس بتراجع الاسعار ليه الاسعار لما الدولار بيطلع بترتفع في نفس اللحظة وفي نفس الثانية وليه لما الدولار ينخفض وينزل على عين اللي جابوه نزل جنيه ونص الحد دلوقتي انا مش قادر كمواطن اتمتع بالفرق ده السؤال ده ربما نجيب عليه في حلقات قادمة لان احنا محتاجين نفهم كمواطنين كيف تتراجع اسعار صرف الدولار ولا تتراجع الاسعار خلوا بالكم النقطة دي وان شاء الله يبقلنا فيها فقرة نناقش فيها الاسباب على الاقل احنا محتاجين تراجع 7% حد ادنى الدولار ايضا معرض لاستمرار التراجع الدولار مش هتوقف لحد كده بس عايزة اذكر حضراتكم حكومتنا وهي بتعمل الموازنة الجديدة بيبقى عندها سعر استرشادي للدولار بتتوقع الدولار هيدور حوالين ايه اقصى حلم الحكومة انه الدولار سعر ويرتفع الحكومة مسجلةه في الموازنة الجديدة اللي هنشتغل بيها كمان 3 اسابيع ان شاء الله 1 7 17 جنيه ورب يعني الدولار حسب وجهة لازر الحكومة نفسها وهي بتعد الموازنة مش هيجيب ال 18 جنيه تاني ده كلام الحكومة ده الموازنة اللي هي مفروض محسوبة بالورقة والقلم احنا النهاردة بتتكلم في قرابة ال 16 ونص اتوقع او زي ما بتوقع خبراء ايضا اقصاديين بانه الدولار هيتراجع ان شاء الله الفترة الجاية وخلينا نشم نفسها يا رب كده نقرأ عليه الفتحة والقيم ب12 ب13 الدنيا تتزبط شوية معنا كمصريين تعالوا نروح ليه حدث ثالث افتتاح الرئيس السيسي لمحور رود الفرق او كبري تحيا مصر يعني اختلطت الاسماء عليه ربما انا اتحفظ على كلمة كبري باسمه تحيا مصر يعني لان ده معنى عام كان ممكن نسميه كبري 30 يونيو يعني اي حدث من الاحداث اللي حصلت في تاريخنا الحديث لكن المفارقة في هذا الكبري وانا قرأت كلام كتير عن تكلفته في كلام انا قرأت 6.5 مليار وقرأت 9 مليار جنيه لكن الكبري النهاردة تحول الى مزار سياحي يعني عدد كبير جدا من المواطنين بقى بيقطعوا التذاكر بتاعتهم 20 جنيه وبيروح على الممشى بتاعه الزجاجي اللي تحتيه مية وبيتفرج عليه تتفق تختلف لا انا شفت ان المصريين والمواطنين فرحانين به طالما حاجة فرحان بيها الشعب انا على طوله ايدها ما عودش بقى انظر فيها واعد اطلع فيها القطة الفطسة لكن اهو زي ما انتوا شايفين في عرائز كمان وعرسان بيعملوا افرحهم على على كبرى رود الفارق بقى مزار سياحي لدرجة ان في دول خالجية مواطنين دول خالجين زي ما كتب صدقنا العزيز المستشاري علامة الرئيس الوزراء الاستاذ هاني يونيس كتب على صفحته النهاردة بان في بعض المواطنين الخالجين بقوا بيجوا عايزين يحطوا في بروجرامهم يزوروا كبري تحيا مصطب ايه المانع بقى ان انا حولوا يعمل مزار سياحي جزء منه ايه المانع يعني ان انا اعمل عليه بعض الفعاليات بعض الفعاليات فرقة موسيقية محرفش انا في الهام مش مخطط استراتيجي للدولة المصري بس بقى كبري مصار للبهجة مفيش كبري بصراحة شايفه في مصر مصار للبهجة اعمل عليه بقى شوية حاجات يعني تبسط المصريين اكتر يعني ايه اللي يمنع انا للامانة مزورتوش لحد الوقتي بعرفش هلا يبقى متاح في مساحات شاشات وناس قاعدة معرفش يعني لكن اه هو مزار والناس فرحنة به ودي كان من ضمن الاحداث اللي حصلت في شهر اه رمضان خلينا نروح ايضا لتوتر الاجواء في اه منطقة الخليج ده حدث منقدرش ان تجاهله حصل خلال شهر رمضان او خلال الشهر لتوقف في المصر مجهولين وقاموا ضربوا ضربوا سفن اماراتية والرئيس الامريكي بيبعث السفينة الطبية التابعة ليه سلاح الجيش الامريكي والعالم كله عمال يقول حرب ولا مش حرب طبعا لما تقعد تسأل في الغرف المغلقة بقى العسكريين عن حق والخبراء الاستراتيجيين اللي بجاد يقول لك لا طبعا ده لمس اكتاف وما فيش حرب لا يمكن ان تندلع بين امريكا وايران لان تكلفتها مهولة يعني يعني فيه تقدرات ان الحرب دي لو قامت اتقدروها مثلا الخسائر بتاعتها 4000 مليار دولار 4 تريليون دولار يعني متخيل ده اجمال الناتج القوم الامريكي كله 19 مليار دولار يعني انت بتتكلم في 25% من اجمال الناتج القوم الامريكي اللي هو رقم واحد في العالم الصين رقم 2 13 تريليون دولار فانت بتتكلم في ايه يعني فطبعا لا ما فيش حرب المنطقة كلها ممكن تتغير لكن انا اعتقد يعني او تقدير السياسي زي ما تعد تستمع للسياسيين وعسكريين انه كل واحد بيشد الطرف على قد ما يقدر والحبل علشان لاحظت التفاوض والقعدة على التربيزة يعني سيب ونسيب لكن فكرة اندلاع حرب في مطلط شبك الاوصف بين امريكا وايران لامر مستبع ما لم تعبس بقى ايه اصابع اسرائيلية اه ما تعرفش لان اسرائيل تتقلع لها عين وايران دي امريكا تخش عليها وتحارب لكن ده كان من ضمن الاحداث المهمة اللي حصلت خلال شهر رمضان المبارك ما اقدرش اتجاهل نجمنا المحبوب محمد صلاح اللي توج للعام التاني على التوالي هداف الدوري الانجليزي حتى لو كان بمشاركة اتنين من لعبي الدوري الانجليزي صلاح حصد دوري ابطال اوروبا ووصل للنهائي للعام التاني على التوالي وده انجاز ما حققهوش عربي او افريقا انك توصل للمرة التانية على التوالي تلعب نهائي اوروبا صلاح كانت البسمة خلال شهر رمضان طبعا احنا شفنا المطشين الفضاع بقى اللي هو برشلونة وليفربول وشفنا المطش الاولاني 3-0 والمطش التاني ليفربول 4-0 طبعا المطش التاني كان محمد صلاح غايب عنه لكن صلاح لعب فيه النهائي واحرز هدف فيه الدقيقة التانية من ضربة جزاء صلاح هو ايكونة الكورية المصرية الافريقية العربية النهاردة فيه استفتة الجماهير في اسبانيا على افضل لعب في العالم الجماهير الاسبانية اخترت صلاح رقم واحد قبل ميسي ورونالدو متخيل ده الجماهير الاسبانية طبعا كل التحية خلاص هو خد لقب فخر العرب حمد صلاح اسعدنا خلال شهر رمضان وبالنتايج بقى الاوروبية نتوقع ان شاء الله انه يسعدنا في بطولة الامم الافريقية تقدرات الخبراء والنقاد الرياضيين لو صلاح نجح مع المنتقب المصري يحصل كاس افريقيا ويحصل على كاس السوبر الاوروبي كده يبقى في طريقه انه ياخد جائزة افضل لعب في العالم بس حق البطولتين دول مع بطولة طبعا دوري ابطال اوروبا طبعا راح منهم الدوري الانجليزي على فرق النقطة البطولات دي لو جمعت مع بعض صلاح يقدر يعمل انجاز تاريخي وعالمي اعتقد صعب لعب مصر افريقي يقدر يحققه في يوم من الايام ايضا مش عايز اتجاهل واحنا بنعرض الاخبار العفو الرئاسي اللي صدر في 17 مايو عن 560 سجين على رأسهم كان الدكتور عبد الحليم انديل الكاتب الصحف الكبير وبعض السياسيين معصوم مرزوق يحيى ازاز ودول تم الافراج عنهم من النيابة العامة وليس بقرار من العفو الرئاسي لكن كانت اخبار مفرحة ان هناك حالة من حالات الانفراجة وده كان كويس يعني ايضا كان فيه افراج عن غارمين وغارمات المشروع المتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال انا مش عايز تبيت سجينة واحدة في سجون مصر وهي من الغارمات وكل شوية بيتم الافراج عن عدد من الغارمات وبيعودوا الى زاويهم يعني دي كان باختصار اهم الاخبار لكن لا يمكن ان ننسى احد ابرز الاخبار على الاطلاق وهو وصول هشام عشماوي المطلوب رقم واحد لدى الاجهزة الامنية المصرية الى مصر بصحبة بصحبة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عائدا من ليبيا وبصحبته الارهابي هشام عشماوي كنز معلومات خطير جدا النهاردة انا عندي فقرة حوارية هشرفني فيها الباحث فيه شؤون حركات الاسلام السياسي مار فرغالي هكلمكوا عدد ايه الراجل ده مهم هشام عشماوي حاجة مش سهلة ابدا ان المخابرات المصرية تنجح فيه اقتناصه وانه يأتي الى مصر يعني لابد ان يكون سبق ده تنصيق عالي جدا ما بين الاجهزة المصرية الليبية ايضا لا تنسى ان جميع اجهز المخابرات في العالم الاجهزة الكبرى يعني كانت تسع الى الحصول على الرأس هشام عشماوي يعني قتيلا مسجونا لانه كنز كبير جدا من المعلومات لكن الحمد لله اصبح بين ايدي او قبضة رجال الامن المصريين هنشوف فقا تقرير مجمع لهم احداث هذا الشاه ونرجع لك البداية جاءت مع افتتاح الرئيس السيسي يوم 5 مايو عدد من المشروعات التنموية بمقافضة الاسماعيلية واربعة انفاق لعبور قناة السويس اللي بتربط الدولة بسيناء خلال 10 دقائق بطول حوالي 6000 متر وتكلفات تقدر بـ 12 مليار جنيه وفي الاسبوع الاولاني من رمضان نزلت اسعار الدولار وكسرت حاجز السبعتاشر جنيه لأول مرة من سنتين لحد ما وصل حاليا لستاشر جنيه واربعة وسبعين ارش بعدما كان سبعتاشر جنيه وستاشر ارش وده الهبوط اللي الناس منتظر تأثيره على الاسعار في الاسواق وكمان كان افتتاح رئيسي سيسي لكبري تحيا مصر في محور رود الفرق يوم 15 مايو من الاحداث المهمة خاصة ان الكبري كان اعرض كبري ملجم بالعالم والناس اتعملت معاه باعتبار مزار سياحي وخروجا ضمت لخروجات المصريين وفي 13 مايو اشتعلت منطقة الخليج بعد اعتداء مجهول حصل على اربعة سفن في محيط ميناء الفجير الاماراتي واللي بعدها حصل توتر وتبادل اتهامات بين دول الخليج وايران وتسخيل الاجواء وتهديد العالم بحرب جديدة من امريكا ورئيسها دونالد ترامب نجمنا محمد صلاح رسم البسمة على الوجوه بعد فوزه للعام الثاني على التوالي بلقب هداف الدوري الانجليزي قبل ان يقود ناديه ليفر بول للفوز ببطولة الشامبيونز ليج الأوروبية وفي 17 مايو صدر عفو رئاسي عن 560 سهينا كان من بينهم الكاتب الصحفي الكبير عبد الحليم قنديل وبعده اصدرت النيابة العامة قرار بالافراج عن السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى الأزاز والنشطة نرمين حسين وانتهى الشهر الكريم بمبادرة رئاسية مصر بدون غارمين وغارمات واللي تم العفو خلالها عن عدد كبير من السجنة وقبل ما ينتهي شهر مايو استلمت مصر القياد الإرهابي هشام عشماوي اللي سبق القبض عليه في ليبيا والمتهم في عدد من القضايا أشهرها حادث الوحاد ومحاولة اغتيال وزير الداخلية سنة 2013 وتم تسليمه في عملية مخابرتية دقيقة بعد لقاء اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وكانت آخر الأحداث وأسوأها هو استهداف كمين بطل 14 في العريش فجر أول أيام العيد واللي استشهد فيه عدد من أبطال مصر واللي بعده قدرت أجربتنا الأمنية في استياد مرتكيبي الجريمة الإرهابية سنوية سنوية نفس أجيلك على المغربية بالتكلم على السنوية العامة بعب كل بيت مصري يعني أنا معدل 50 سنة هو بحبة بسيطة يعني مش كتيرة بس فاكر من 32 سنة 33 سنة سنة العامة برضو قالت رعب يعني لدرجة بنت اللي تدخل سنوية عامة إن شاء الله السنة الجاية قعدة من حد الوقت في رعب وإحنا في رعب ومقدة أجاسة ومتفرغة لها مش عارف الرعب دا هيختفي أمتى تخيل بقى وإحنا اللي بلطلع نقول للناس لا أو وسنة زي بقية السنين بس لما بتيجي تطبق على بيتك وولادك لا سنة صعبة جدا ومفترق طرق وكلام لكن وإنت بتراجع بقى ردود أفعال أولياء الأمور والطلبة على امتحان مبارح العرب والدين العيل طلع بيقوله زي الفل إيه الحلاوة دي إيه الجمال ده عربي ودين يعني مية مية زي ما قال الكتاب مفيش بقى لا إغمقات ولا انتحارات ولا حاجة ليش دعوا بقى البنت المسكينة اللي حابت تصرب لامتحان ودي طبعا عندها ظروف خاصة كده مشاكل زو احتياجات خاصة وراحت مصر ربا امتحان اللغة العربية وبرقم الجلوس بتاعها طبعا تقفشت ما نعرفش النتيجة إيه لكن تعالوا نروح لزملتي محررة شؤون التعليم بجارة الشروق الكاتبة الصحفية مونة زدان مساء الخير وستاذة مونة مساء النور يا خمس عاوز أعرف أجواء أول يوم في السنوات العامة أخبروا إيه العيال ليه طلعه فرحانة أو كده طبعا هو الامتحان السناني مختلفة شوية احنا دخلنا دخلة سعيدة كده الامتحان العربي كان كويس جدا ما كانش فيه أي شكوى نهائي من الطلاب الامتحان كله كان يعني سلس ما فيهوش أي حاجة مثلا منبرك كتاب ما فيهوش حاجة صعبة ما فيهوش أي مشاكل تمام فبالتالي كان يعني تمكن كل الطلاب أنه هم يحلوا الامتحان وعشان كده كانوا طلعين المبسوطين زي ما حارك قولت بالنسبة للامتحان عموما هو مستشار اللغة العربية أكد طبعا الامتحان كل أجزائه كانت من الكتاب وكده فيما يعني فيما عادة بس حاجة بسيطة يعني اختلف عليها الطلاب أو كانوا يعني كانوا مش عارفين إن كان صحة أو غلط يعني في السؤال في التعبير الوظيفي كان بيتكلم هما كانوا هما كانوش عارفين يجاوبوا بسيطة الماضي أو المستقبل فأكد مستشار اللغة العربية في الوزارة أن لو الطالب سواء أجاب في سؤال التعبير الوظيفي بسيطة الماضي أو المستقبل الإجابة في كلها الحاجتين صحيحة خمام بالنسبة للتربية الدينية فالامتحان طبعا هو غير مضاف للمجموع وبرضو ما كانش فيه أي مشاكل خالص بالنسبة للطلاب إيه اللي تغير السنة دي عن السنة اللي فاتت بحس أولادنا يعني عندهم كده رحية وراحة نفسية هو طبعا إحنا لسه أول امتحان يعني إحنا ما دخلناش في الصعب لسه في المواد كثيرة صعبة طبعا يعني لما نعدي كده إحنا بكرة عندنا إن شاء الله بكرة إن شاء الله عندنا كصاد وإحصان تمام هي مادة برضو تعتبر المادتين يعتبروا خفاف برضو شوية بس نشوف إن شاء الله الطلاب هعملوا فيهم إيه بكرة والمتحانة هيبقى عاملة إزاي بالنسبة مثلا لجراءات الوزارة مثلا في التصحيح هم يبتدوا إن شاء الله بكرة تصحيح العيانة العشوائية للغة العربية علشان يشوفوا مستوى الإجابة والطلاب كان عاملة إزاي وعلى أساس العيانة العشوائية دي الوزارة بتحدد مثلا لو كانوا هم هيوزعوا مثلا درجات لو كانوا يعملوا أي تعديلات على نموذج الإجابة بيبقى بعد بعد العيانة العشوائية بس أعتقد بما إن المتحان كان سهل وما فيهوش أي شكاوة فبالتالي مش هيكون فيه أي توزيع للدرجات في اللغة العربية هل أثبت البوكلت نجاحه يا مونة؟ طبعا يا فنزم يعني البوكلت من ساعة ما تطبقوا وهو أولا أضع على الغش قبل كده كان الطالب لو صور ورقة من الامتحان كان بيصور الامتحان كله وبينزله على الإنترنت حاليا ما فيش الكلام ده دلوقتي الطالب لو صور زي محرك قلت مثلا الطالبة اللي هي صورت أختها صورت الامتحان لأن هي من زوجة الاحتياجات الخاصة فقطها هي لصورت الامتحان ونشرته على الإنترنت فبيبقى عبارة عن سؤالين مثلا أو ثلاثة بالكتير خالص في الورقة إنما إنما الامتحان الأول لما كان بيبقى كله فرقة واحدة فده المتحان كله نزل على الإنترنت حاليا نبقى هل عندك فكرة البنت دي تم معاقبتها أو كده؟ طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه يعني تجاه والدها وأختار لكن ما تعرفوش تم إلغاء امتحانها ولا لا؟ نعم يا فنزم امتحانها زي ما هو مستمر ولا تلغى؟ لا امتحانها مستمر امتحانها مستمر طيب أنا كنت قريت إن المرأبين بتوع كل لجنة من نفس المحافظة هل ده عمل مشكلة؟ ده حاجة جديدة السنازي الوزارة عملتها وبصراحة عملها الدكتور محمد عمر نائب وزير السرباء التعليم اللي هو لشؤون المعلمين خب السنازي القرار مهم جدا في تاريخ السنوانية العامة وهو إن المعلمين كل واحد يتم انتدابه من المحافظة بتاعته من داخل المحافظة بتاعته تمام؟ دي أول مرة سنة دي أول مرة السنازي تتطبق ودي طبعا يعني هتساهم كتير جدا في في إن المعلمين يكون يعني نفسيتهم أحسن لأنهم كانوا متغربوا مثلا شهر كامل من محافظة لمحافظة علشان متحان السنوية العامة السنازي دي هيبقى بس الانتداب من إدارة مختلفة يعني من نفسه محافظته بس من إدارة مختلفة طب ده ما يفتحش باب للكيل والقال يا مونة ده طبعا يفتحش باب للكيلة والقال دروس خصوصية مدرسين لا ما هو من من إدارة مختلفة يعني حركت مثلا يعني هقول لحركت من مركز لمركز يعني آه يعني إدارة مثلا هرم يروح إدارة الدول طبعا بس ما يروحش مثلا محافظة تانية ما يروحش تهاجل بس طبعا الكلام ده انت بقولت ده نعكس على أداء الامتحان طبعا بالنسبة للمعلمين ما يبقاش فيه مثلا كل سنة مثلا بيحصل مثلا تأخيل للمعلمين مش عارف مشاكل طبعا الحركة كل سنة كنا بنسمع حوادث أوتوبيسات كاملة بتبقى طلع معلمين من محافظة لمحافظة وبيحصل حالة وصيات من المعلمين بسبب ان هما بيروحهم من محافظة لمحافظة تمام يعني ربنا سهل السنة دي ما يكونش فيه المشاكل وكمان بالنسبة للإصراحات بتاعة المعلمين الموضوع ده هيقل لان هو هرايح إدارة تانية مشاكلة محافظة تانية متفق معك أشكرت مونة زيدان محررة شؤون التعليم بجريد الشروع ونروح نعصر على نفسينا لمونة اللمونة اللي ما بقيتش موجودة النهاردة وشحيحة في الأسواق وإحنا بصراحة شعب بنتلصم على أي حاجة يعني اللمون لها أنا قبل كده كنا بنقعد نزع هنا علشان البطاطس لأنها وجبة رئيسية في بيت كل مواطن مصر غلبان ولا غني يعني لكن اللمون أعتقد يعني نقدر نستغنى عنه أسبوع أسبوعين عشان الصلطة أو كده يعني مش شرط اللموناتة ولا هي يا أخوانا؟ عايزين نعرف الأسباب اللي قدت لارتفاع أسعار اللمون وصول سعر الكيلو في بعض المناطق داخل العاصمة لـ 120 جنيه يعني الربع كيلو بتلاتين وده كان سعر الكيلو مثلا 7-8 جنيه وإمتى الأسعار هترجع تاني تنزل؟ معايا نائب رئيس شعبة القدار والفكهة بالغرفة التجارية الأستاذ حاتم النجيب مسائل فل يا عمنا مسائل فل يا أستاذ محمد عليكم على أستاذ المشاهدين خدت كده وقلنا الأسباب اللي قدت لارتفاع سعر اللمون في الأسواق واش معنى اليومين دول بالزات؟ والله هو تحديدا بس عشان نبقى يعني بكل صدق وكل شفافية اللي حصل إن احنا كانت الشهر السابقة كان فيها عصفة ترابية وحصلت ضرة المنتج طبعا جابت شكل سلبي على الإنتاج اللمون وطبعا ده بجانب التصدير برضو بجانب إن احنا شعب يعني معلش معذرة زي ما انت فضلت انت قلت يعني أنا كنا بنتكلم على البطاطس وتكلم على زي الطماطم دي سلعة ما حاكش يقدر يستغنع عنها بشكل يوم لكن اللمون موجود ولكن الإنتاج في خلال أسبوع أسبوعين إن شاء الله الجديد العروة الجديدة إن شاء الله يمكن يملأ الأسواق وطبعا أنت تعلم جيدا إن محافظات صحيحة فشالة اللمون الحمد لله رب العنم ده قدام أستاذ المشاهدين ومن خلال هذا المنبر إني في خلال أسابيع قليلة المسألة دي هتتتفاج يعني تتحل خالص دي نتيجة إلي أسابيع قليلة إحنا نوعه كتير كده أستاذ حاتم لا 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 يعني من أسبوع لاثنين لغاية ثلاث أسابيع ده المسألة كلها في خلال ثلاث أسابيع تكون تتحلل تماما لأن إحنا عندنا قلة معروض ودي حقيقة نتيجة العاصبة التراضية وسوء الأحوال الجهة وتغير المناخ للتشهد ومفر مش في اللمون بس يعني كان عندنا مشكلة في الطماطم قبل كده كان عندنا مشكلة في البطاطك عندنا مشكلة في المنج على ما تذكر فكل ما تقبلنا مشكلة إحنا مش عايزين نواجه إحنا عايزين نفكر دكرة عشان ما بقش مشكلة وإحنا قلنا لابد يبقى لدينا قاعدة بيانات ما بين الاستهلاك والإنتاج والتصدير إحنا بنمتج قد إيه بنستهلك قد إيه من كل منتج بنفضل قد إيه حتى يبقى في توازن داخل أسوأ وإنت تعلم جيدا برضو أسود محمد إن تحديدا الخضار وتحديدا اللمون بيمر بحلقات تدول كتيرة كل حلقة من دول بيضيف همش ربح إحنا قلنا الزيادة التنافسية من خلال المعارض الجامعات التعاونية النيل والأغرام نضخ كميات كبيرة جدا من اللمون إحنا فيه تنسيق مع بيات المعانية عشان خاطر يبقى بس عايز أقول لك أساس حاتم المستهلك بيسمع الكلام ده بقله كتير بس إيه اللي بيعوق تنفيزه يعني اللي بيعوق تنفيزه الأليات التنفيز نحنا دراتي حتى نقوله إحنا هل قال الأسواق الجملة اللي فيها الأسعار من 30 إلى 35 إلى 40 النهاردة هل دي لما إحنا ناخد اللمون أو ناخد أي منتج فيه قلة معروف منه منه ونعرضه بأسعار مخفضة للمواطن نعمل ذات التنافسية ما إحنا قلنا هذا الكلام عدت مواطن يا سيد محمد وإنت كنت يعني متأسف أنا دخلت معك قبل كده بداخلة ساعة موضوع الطماطم النهاردة أقضى الطماطم بخمسة وعشرين جنيه وثلاثين جنيه بأسواق الجملة فيه إن فين فين التصنيع الغذائي ياخد المنتجات هي رخيصة عندنا الكسة ببلاشة عندنا الخيار ببلاش الخيار بجنيه بخمسة وسبعين يدسو بجنيه ربا الكسة بجنيه ونص البامي اللي كده تلاتين جنيه النهاردة بأعشرين وسبع جنيه البتنجان بأتنين جنيه وبيجنيه ونص فهلت فين 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 التصنيع الغذائي يا فندم برضو إحنا بنتساءل لإننا مبقى فيه عندنا زيادة معروض لمد إن إحنا نتدخل الصرح الكبير أهو قد فينا فين يا فندم معك تبقول لي إيه العروات القادمة في بعض المحاصيل الزراعية اللي ممكن ترتفع فيها الأسعار اللي عليه اللي عليه اللي الدائمشة دي إن شاء الله الموضوع يتحل في خليل أسبوعين تلاتة بالكتير اللي عندنا العروة الصعيدي المحافة تلمين يا بشارت أسوان بشارت طبعا دي برع مع المنجة الصعيدي فكل ده بشار فإن شاء الله وكمان عندنا اللمون السلطاني إيه غير اللمون يا أستاذ حاتم إيه غير اللمون ممكن تحدث فيه ارتفاع أسعار بسبب العروة لا إحنا يعني ده 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 الحمد لله رضو أنا ما عندنا في كل أصناف الخضار الفاكة انخفاض في الأسعار معادة اللمون وبنتمنى نبقاش فيه أي خلل بالنسبة لدرجات الحرارة بتأثر على الإنتاج إيه زيادة الثقاشية بأثر على الإنتاج بس إحنا بنتمنى إن يكون لدينا إرشاد زراعي جيد لدينا قافة زراعية حتى يتمكن المنتج إنه يعلم إيه إيه إزرع النهاردة لو فيه حرارة شديدة يواجهها إزاي هو ده اللي إحنا عادينا يا سيد محمد إنه مش عادينا نفكر النهاردة بكام إنه عادينا نفكر بكرة نعمل إيه عشان نبقاش فيه أزمات تانية متفق معاك أشكرك نائب رئيس شعبة الخضار والفاكة بالغرفة التجارية والستاذ حاتم النجيب أطلع فاصل قصير ومعايا التقرير عن ضبط وزارة داخلية الاتنين من المعربين اللي بيعملوا هجرة غير شرعية هنشوف التقرير ده ونطلع فاصل وبعد الفاصل أرجع لكم بسلال نكمل بيت أخبار اليوم بعد القضاء على الأساليب التقليدية للهجرة غير الشرعية التي كانت تتم عبر الضروب الصحراوية الوعرة وعلى متن مراكب الصيد المتهالكة لجأ سماسرة الهجرة غير الشرعية إلى وسائل وأساليب جديدة لإتمام هذه العملية متخذين من أدوات ووسائل التكنولوجيا الحديثة سبيلا لذلك من خلال تزوير المحررات الرسمية بكافة سورها ومنها جوازات الصفر البحرية وتعين أصحابها على العائمات وسخن الشحن وبما يمكنهم من الهروب للدول الأوروبية هذه الأساليب رصدتها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخادرات والجريمة المنظمة وتمكنت وفي واحدة من الضربات الأمنية الكبرى موجهة للقائمين على هذه الأساليب وبعد تحريات وتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدرات أمن ضمياط تمكنت من ضبط تاجر اشترك مع آخر تم ضبطه أيضا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية ومنها جوازات الصفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية وبما يمكن مستخدم هذه المحررات من العمل على البواخر التجارية وسفن الشحنة وعن طريقها يتم الهروب إلى الدول الأوروبية ومقابل ذلك يحصلان على مئة إلى مئة وعشرين ألف جنيه من كل شخص وبتفتيش مسكني المقبوض عليهم والمستخدمين وقرا لهذا النشاط الإجرامي عسر على كمية كبيرة من الأوراق والمستندات ومنها باللغات الأجنبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد كما تم ضبط أكثر من مئة وسبعين خاتما مقلدا منسوبا للعديد من الجهات الحكومية والبنوك والوكالات الملاحية وأختام سفر ووصول العديد من الموانئ المصرية والأوروبية وعشر طابعات ليزر ومكينة تغليف ومئة وتسعين كرنيها معدل الطبع وعدد من جوازات السفر عادي وبحري مزور ومجموعة من كشوف الحسابات البنكية مزورة أيضا إضافة إلى مستندات وشهادات أخرى مزورة منسوبة للعديد من المنظمات والهيئات إضافة إلى مبالغ مالية لتؤكد هذه الضربة من جديد يقزت الأجهزة الأمنية وتصديها لكافة الوسائل المستخدمة في عمليات الهجرة غير الشرعية وإحباطها على الفور حمد صلاح خلص كاس أوروبا من هنا ركب الطيارة مع مراته مع بنته مكة وراح طالع على نجريك في بسيون قربين قال أقضي العيد أجهزة العيد وسط أهل قريتي دا كلام حلو بقى لك أدي إيه يا صلاح ما روحتش بلدك قال بقى لي سنتين فقى لبلده وحشيني وزلمه على فلان وفلان وصل للعيد ونحتفل وبعدين اتوكل على الله أروح بقى حتة كده حلوة زي الجونة ومن هناك أبقى طلع على تدريبات المنطقة باستعدادة اللي قاس أفريقا لكن محمد صلاح جاي يفتح الباب بعد صلاة الفجر بتاعت العيد وراح بقى ينزل يصلي العيد لأ أم تلا إله إلا الله حوالين بيته آلاف الراجل إيه السورة هي عندكم الراجل يمين شمال الأمن جاي اتلم حواليه الراجل مش عارف حتة يفتح الباب والجمهور برة والشباب اطلع لنا يا صلاح طبعا أحد أصدقاء صلاح كان زاره وفي البيت بتاعه الريفي ونشر صورة فكل الأهالي بقى في المنطقة عايزين يطلقها هيا دي الصورة اللي جابت له أمة لا إله إلا الله فكل أهالي المنطقة عايزين يطلعوا يسلموا على محمد صلاح محمد صلاح راح داخل على تويتر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وراح كاتب تويتر بيقول فيها أن اللي أنا شفته ده أخواننا ملوش علاقة بالحب ولا الاحترام ده ليه علاقة بعدم احترام الخصوصية هنا بقى الدنيا نقسمت نصين نص شايف أن محمد صلاح انت حق وأنه مش معنى أنه هو مشهور أنه احنا نخترق خصوصيته وأنه هو من حقه يصلي العيد مع امراته وأبوه وأمه وبنته وإخواته ويسلم على الأهل والأصدقاء وشكرا لكن في بعض تاني بقى راح مهاجم محمد صلاح أنت أكبرت أبو مكة القرش جري في إيدك يا أمر خلاص جيت تنطط علينا ده إحنا اللي كنا بنصهر على الأهاوي في الشتاء والجو والبرد عشان نشجعك ولتفرج عليك الله 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 طب إيه يا أخوانا هو إيه اللي قاله محمد صلاح الراجل بيقول لك العايز احترام خصوصي فيه رأي تالي قاله يا صلاح معنى أن أنت نازل جوه بلد ريفي أو أنت أبقوا تسنى الناس يعملوك إيه يعني هيا يا أبو صلاح كده وشكرا هيا يا أبو مكة لا لازم يبسوك ويتصوروا معاك ويحضنوك والكلام الحلو ده ما دي عادت لك مصريين أنت ما تقدرش تغيرها ممكن في لندن بريطانيا وإنت معد كده الناس يقولك شاو وشكرا لكن في بلدنا في مصر الأمور ما بتمشيش كده إيه هو بقى الخط الفاصل ما بين خصوصية النجم المشهور وما بين حب الجماهير ليه ما أنت حب الجماهير ليك لازم تقابلك وتسلم عليك وتصور معاك وتكتب لها دسكار والكلام ساعة ولا غلط هتيجي تقولي بس ده حصل فيه يعني مدينة ريفية من مدن محافظة الغربية أو مركز محافظة الغربية سأعيز أقولك اللي محمد صلاح ليه فيلا في مدينتي السلة اللي فاتت في العيد الأهالي مدينتي ما تلموا حواليه مش أنت بتكلم بقى على كومباوند وحي راقي وناس وكلام ده لا الناس تلمت حواليه أيضا وبالتالي لا هو محمد صلاح لن يجد مكان على وجه الأرض يقدر يروحه هتحترف فيه الخصوصية لأن العالم كله يعرف محمد صلاح لكن لو هتسألني رأيي الشخصي لا يعني أنا كان رأيي أن محمد صلاح يبقى ليه مدير الأعمال محترف نازل معاه الأمن واخد فكرة لأن محمد صلاح ما بقاش شخص عادي يعني هو يعني تالت لعب في العالم وفق الفيفا السنة اللي فاتت يعني وربما يكون مرشح السنة دي ياخد جائزة أفضل لعب في العالم القرى الزهبية صلاح بقى خلاص أسطورة فعلا إنجاز التعبير لكن هل هو الوحيد ما في العالم في ميسي وفي رونالدو هل لما بيروحوا ليه قراءهم أو أماكنهم أو بالدم هل بيقابلوا بلافس الشكل هل إحنا محتاجين كم مصريين نراجع سلوكياتنا هل سلوكياتنا هي اللي عايز تغير يعني قبل أنه هاجم محمد صلاح ما يمكن الراكل عنده وجهة نظر سليمة ويمكن فعلا الراكل عنده حق يعني إحنا ليه خدنا الأمور على سدرينا كده والدنيا صعبة يعني لا الخصوصية نحترمها وأتمنى أن علاقاتنا بمحمد صلاح تستمر والدنيا ما تتغيرش يعني ده نجم رافع اسم مصر فوق في العلالي تعالي ناخد رأي قصير من ناقضنا الرياضي الأستاذ لطفي السعان مساء الخير أستاذ لطفي خير ياسم محمد زي حضرتك الله يخليك قل لي خصوصية نجم كبير زي محمد صلاح إزاي نحافظ عليها وفي لبس الوقت نرضي شغف الجماهير إنهم يتصوروا معاه ويسلموا عليه ويغضبوا الحضن ويصلوا مع العيد هاخد خيط الكلام من البداية في حضرتك للمؤدمة إن في خصوصية لأي لاعب إحنا كمصريين مش متعودين على نجم في حجم نجمية محمد صلاح مش متعودين على التعامل مع الشخصيات العالمية بمعنى كلمة عالمية الراجل ما كانش طلب أكتر من إنه هو يصلي العيد مش طلب يعني حاجة صعبة بدليل إنه هو الراجل يصور مع المدرب بتاعه اللي سبناه وصغير وصور مع أصحابه في الشارع وصور مع الناس كلها يعني ما عندهش ممنع في الموضوع لكن إنه تبقى في حالة من التربص وبنجم زي ده ده شيء غير مقبول على الإطلاق عايزين نتعاود نفسنا إن زي ما إحنا لدينا خصوصيات وبنطلب الناس إنها تحترمها حتى لو إحنا مش في حجم نجميته أكيد هو برضو محتاج خصوصية في حجم التعامل معاه ما فيش فيها أزمة خالص إحنا ليه عايزينه يمشي زي على هوانا ما هو بني آدم مختلف ومن حقه أن يكون مختلف ومن حقه أنه يكون بيعايز يتعامل معاملة طبيعية عايز يعيش حياته بطبيعتها طب طب ما هو كان سهل على محمد صلاح أنه ياخد عيده كلها في فلته ويصاله العيد في مقر سكنه في القارة الجديدة ويبعد عن أهل قريته لأنه أصرار أنه هو يعيد في قريته ومع ناسه ومع أهله ومع أصحابه مع جيرانه ومع مدربين السابقين يعني ده نوع من الوفاء برضو لازم الناس تفكر فيه بشكل عقلاني لكن أن المسألة تتاخذ أنه هو لا ده تتكبر ده ببق يا جمعان الموضوع وبعدين طلاح أكتر واحد في أرص من منتخب مصر خلال كاف العالم طلاح كان رايح جاي مع الناس بشكل غير عادي يعني اتخذت عليه جامد جدا في أوروبا فخلاص بدأ يحط ضوابط بالموضوع لما يقول لأجيري أنا التعامل يبقى مع حضرتك بس حقه وانا مش حقق خمسين واحدة يكلمني في التليفون ويقول لي حدوتا ومعادة تأثيد عندي حاجات ثانية هو اتصل بأجيري مدرب المدير الفني المنتخب المدير الفني المنتخب خلاص آه قال له أنا عايز التعامل يبقى معك انت بس آه أنا عايز الهيد كوتش بس خلاص يعني هو عددك الإيه اللي بيتم آه أستاذ لطفي آه المدير المنتخب هو اللي بيتفصل بالكل وبعد لكن طبعا هتلاقي طبعا الجهاز المعاون بيتكلم هتلاقي الجهاز الإداري بيتكلم فطبعا طبعا هاخد كلام مين من كل واحد أجماعة هو كلام واحد يعني حتى غالبا حتى احنا في شغلنا بنقول له احنا بناخد تعليماتنا من الرئيس بتاعنا هو واحد اللي بيدي التعليمات لكن المسألة تبقى ماشية تدريجيا بهذا الشكل غير مقبول لما ان هو يطلق قصوصيته طبعا بنته كدت بتلعب في الشارع بسفارة بلاستيك يعني عادية جدا بتتزاع على الأرطيفة يعني يعني ما هواش راجل متكبر ما هو متكبر ما يادر يجيب لها أغلى من كده لكن احنا دايما الحاجة اللي ما بتعجبناش بنننتقدها انتقاد ظالم للأسف الشديد يعني لكن في النهاية حقه ليه لا؟ إذن أنت متفق مع التويتر اللي كتبها أنا طبعا أنا بقوله عايزة روحك رغم أنه ذكر فيها الصحفيين يعني يعني حتى لو كان الأمر يتعلق بالصحفيين أنا أقول لك على حاجة أمر طبيعي أن الصحفيين موجودون هيصوروا لكن في ناس في الزل الزحمة بتنتحل صفة صحفي بتبدأ تقوله طب ده أنا من جورنان كذا وعايز أعمل معك حوار ومش عالف إيه وعايز كذا وبعدين يدخل بقى إيه طب ده أنا بنت بتتعالج وعايز فلوس طب ده أنا ظروفي صعبة ومحتاج مش عارف كذا خلي بالك برضه يعني أنا راجل من الأقاليم وعارف طبيعة الأقاليم شكلها إيه صحيح فبرضه ده بيأثر بشكل كبير جدا فهو يعني هو لما كتب هو فاهم هو خروجه الناس اللي وقفة برد دي هيتعاملوا معه زيك عشان كده الراجل كتب التويتر أنا يا جماعة عايز أطلي مش طالب أكتر من كده دوني خصوصية لكن المسألة وصلناها إن الراجل أطبح متكبر راجل رافض إن هو يتعامل مع ناس وراجل رافض وبعدين بدأنا نجيب صورة وهو راح يصلي إيه العلاقة يا جماعة إيه المقارنة تفتكر في حد في مصر عايز يحرق محمد صلاح؟ لا هو إحنا جلدين بطبعتنا طبعتنا إن إحنا بنجل الزاد بشكل كبير جدا أنا ما يبقى عندي واحد زي محمد صلاح النهاردة والمفروض إن أنا بتعامل معه زي يعني أنا مفروض لعالم كله بتكلم عليه وأنا بتعامل معاه بهذه المنطقة النهاردة جمهوري الأسباني صوت له رقم واحد قبل ميس ورونالدو جاءنا النهاردة أنا النهاردة عايز محمد صلاح يجيب كاس الأمم الأفريقية عشان يعزز موقفه إنه ياخد جازة تحصل لها في العالم أنت شاف حصوصنا إيه في كاس أفريقيا أستاذ لوت؟ والله شايف إحنا الطريق ممهد لنا بشكل كويس جدا إن إحنا هنقابل فرق في مستوانا لغاية دور الزمان فيما بعد ذلك هيبقى فيه منافسة وهيبقى فيه استجابة من الفرق الأخرى إنها طمعان إنها تكسب بطولة في مصر خصوصا الكاميرون حامل اللقب السنغال فريق قوي المغرب فريق قوي الجزائر فريق قوي ففي منافسة جديدة حسن البطولة ممكن يكون مين؟ السنغال السنغال الحسن يعني ساد يوماني هنشوفه كتير طبعا أكيد طبعا ساد يوماني عايز يقول أنا موجود وإنه مصطلاح بس وإنه مصطلاح بس وده حق وده منافسة مشروعة في أي مكان إن كل واحد عايز يعبر عن تفوقه في مجاله خصوصا المنافسة بقيت يعني محتدمة بين الاثنين هدف دور إنجليزي وعايز أفضل لعفة أفريقيا وعايز يبني نفسه أسطورة جديدة في بلاد الإنجليز يعني أمر طبيعي جدا ده مشروع في المقابل قناة تايم سبورت هي اللي هتزيع البطولة أرضي أرضي آه المواطن يروح المشاهد يشتري الإريال مش كده؟ هو المفروض فيه ريسيفر يعني فيه جهاز صغير كده هيساعد على انتقاط الإشارة هو بنفس تمن الإريال يعني فهو أفضل من الإريال يعني أن تبقى شاغل نفسك فالجهاز ده هيطرح خلال أيام وبنفس التمن وأمر طبيعي جدا يبقى سهل على الناس أنها تشوف المماراة أنا طلعت على عدد من صور تجهيزات الاستداد الست الاستداد شفت حاجة جميلة أوي يا لطف استاد القائرة حاسس أن أنا قدام استاد من استادات أوروبا الكراسي الألوان النجيلة اللي هي متدرجة دي يعني كلمني عن الاستادات والاستعدادات المهاجد الشريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية لمشروعات القومية والاستراتيجية بيعمل جولة كان مبارح في اسكندرية بيتفقد بلعب اسكندرية وكان قابلها في الإسماعيلية وكان قابلها في السويس وفي السلام في حالة من النجاح كبيرة جدا في الاستادات أكاد أجزم لحظتك أن فيه تلت استادات انتهوا خلاص مبارح باقي الاستادات في التشطيبات النهائية وسمح لي بضضح هذا الخبر أن افتتاح الاستادات ممكن يبقى خلال ساعات خلال ساعات خلال ساعات هيتحمل حفلة للافتتاح لا يعني الإعلان الرسمي للانتهاء الاستادات من أعمال الترميم وعادة التأهيل لصدافة البطولة بشكل كامل في شغل غير عادي موجود في الاستادات بأمانة الدولة بتقول حاجة مشرفة بصراحة بقدم حاجة راقية جدا طريق بمصر وطريق بالبطولة وطريق بالحدث الافريق الكبير لو السعدادات تمت خلال أسابيع لأن مصر خدت البطولة من شهرين يعني احنا 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 اشتغلنا بداية الشغلة الحقيقية بتاعتنا لغاية الاعلان عن تهام الاستادات هما بالضبط تلت شهور في التلت شهور انك تعمل ده ده انجاز كبير جدا معالم المداخل والمخارج تستدق قائرة تغيرت تماما اصبح هناك شارع جانيبي يتيح الجماهير الدخول والخروج بيسر وسهولة كمان ده عشان يوازي الزحام اللي هيبقى الصلاح سالم فيه حارات كتيرة جدا اتعملت فيه نواحي تجميلية خارج الاستاد كمان اكثر من رائع ايضا في استاد سيجندريا تم عمل تندات على مدرجات الدرجة الثالثة بشكل جميل جدا ايضا في استاد سويس فيه تجديدات بشكل رائع هو المظهر العام كله باين من الصور حاجة رائعة بصراحة ومشرفة ما فيش شك انها حاجة وخلينا نتابع معاك باستمرار اخبار البطولة وتبقى ضيف معانا نحلل فيها مباريات المنتخب الوطن بشكرك الناقد الرياضي الصديق العزيز واستاذ لطفي السعاي مقال منشور فيه مجلة اجنبية ممولة اسمها مجلة فورن بوليسي مقال منشور عن الاقتصاد المصري اللي نشره وزير او اللي كتبه وزير الاستثمار في عهد الاخوان ايه اللي انت تتوقعه من مجلة ممولة وايضا اللي كتبه اخواني وكان وزير الاستثمار في عهد مرسي وحاليا هو هارب بر مصر اكيد لن يكيل المتح الاقتصاد بلدك واكيد هيطلع القطط الفاطسة وان مصر على مشارف الافلاسة المقال نزل وبدأ البعض يشيره على مواقع التواصل الاجتماعي او طبعا كان منشور باللغة الانجليزية عجبتني الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط راحت جايبة المقال ولا طلعت بيان ولا منشور ولا ولا وراحت دخل على صفحتها على الفيسبوك وراحت كتبه رد على المقال باللغة الانجليزية طبعا انا لسه هناشد الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار وزيرة التخطيط انهم يبعثوا هذا الرد ليه مجلد فورم بوليسي ويطلبوا منها اللي هو رد ليه الوزيرة لان دايما حق الرد مكفول يعني الوزيرة ولا شتمت ولا قالت ولا عابت ولا اي حاجة هي اخدت النقاط اللي وزير الاستثمار الاخواني قالها واللي انتقد فيها الاقتصاد لان رسملك صورة سوداء يعني كأن احنا مش عايشين في قلب البلد دي يعني وابتالي ترد عليها بشكل موضوعي انا اتمنى ان الرد حتى بتاع وزيرة التخطيط يبقى متداول اكتر من كده لان في النهاية صفحتها على الفيسبوك هيبقى كوزيرة مسؤولة هيبقى عندها ايه يعني 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 يتعامل مثلا انفو جراف مركز المعلومات اتبع لمجلس الوزراء ياخد النقاط اللي عرضت هي تم النقاط عرضهم وزيرة التخطيط ويروح نشرها فؤساء الاعلام بس انا مش حابب كمان ان احنا نرد على نفسينا في الداخل يعني احنا ليه ما يبقاش ليه نصوت يعني ليه الهيئة العامة لاستعلامات واستاذ زياء رشوان ما ياخدش ليه كلام الدكتورة هالة السعيد ويبعثوا لمجلة فورن بوليسي يعني يتنشر زي ما هذا الشخص الاخواني نشر طب احنا ننشر حتى لو كانت المجلة ممولة تمويل اخواني هي بدأ مثلا ذكر تم النقاط اقول لك بس بصرة هو طبعا خلاصة مقاله حاجة واحدة ان مصر على مشارف الافلاز هي بتكلم مثلا على الاقصاد المصر بتقولك الاقصاد المصر حقق نمو اتنين في المية سنة 2011 لكن لو انت جيتلي على 2018 2019 وفق التقارير الدولية احنا عاملين نمو 5 و 6 و 18 يبقى دي اول حاجة على النمو و هي بتقولك كل الارقام دي المسببتها عند المؤسسات الدولية فانا كنمو انا اعمال نمو اقتصاديا و ده اعلى معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط انت عايز مني ايه اكتر من كده اكلمت بعد كده على البطالة قالك البطالة كانت 12 هي قالت 12 و 7 من 10 في 2011 انت النهاردة بتكلمني على البطالة 8% في 2019 وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصى اتكلمت بعد كده على المالية او النقود في مصر اتكلمت على انخفاض العجز الكل من 13 في المية الى 8 في المية اتكلمت على ان وزارة المالية لاول مرة حققت فائد في الموازنة منذ 15 عام بعد خصم فوائد الديون يعني ايه الكلام ده يعني انت بتشوف دخلك 1000 جنيه مصروفاتك 900 يبقى انت موفر 100 جنيه بس انت عندك قرد شهري بتلتمية ده ما بيتحسبش ده بيبقى بس حساب كده معيار قعد المعايير هل دخلك يغطي نفقاتك لو ما كانش عليك دين لو حصل دي حاجة كويسة انت الاول مرة دخلك يغطي نفقاتك ويحقق فائد منذ 15 عام اتكلمت عن الاحتياط النقدي اللي وصل لـ 45 مليار اتكلمت على تدعيم البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق يعني اتكلمت قالت وكل ده انا مش هتكلم على المشاريع العملاقة اللي احنا عاملينها ولا الشبكات القهرباء ولا 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 يعني المقاء يعني ما ذكرت الدكتورة هالة السعيد رائع على صفحتها اتمنى من الاجهزة المعنية الاجهزة المسؤولة المجلسة الاعلام هيئة وطنية الصعافة الهيئة العامة للاستعلمات ياخدوا ده وينشروا اكتر يعني ينشروا سواء في الداخل في صحفنا أو وسائل اعلامنا او ينشروا ايضا في الخارج ايضا الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصاد الزميلة العزيزة استاذ الميس الحديدي كتبت مقال النهاردة في موقع مصراوي وفندت فيه ايضا كل مقاله هذا الوزير الاخواني اللي عايز بقى يطلع يقدر يدخل على صفحة الوزيرة وزير التخطيط دكتورة هالة السعيد او يدخل على موقع مصراوي ويقرأ مقال والستاذ الميس الحديدي والاثنين بيفندوا بالارقام بدون لزعي ولا سريخ ولا يا ودي يا اخواني ولا 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 كل كلام انت رقم قدام رقم انت قلت كذا تعال اقول لك كذا والمصدر بتاعنا هو الاحصائية اتمنى من بكرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل لنا انفو جراف الرد بتاع وزيرة التخطيط هروح بقى ليه المعاشات لان النهاردة البرلمان كان بيناقش او بيعتمد مشروع الخطة اللي مقدمها الحكومة لزيادة المعاشات 15% بحد ادنى 150 جنيه رفع الحد الادنى للمعاشات الى 900 جنيه ومن اهم الجمل اللي قالها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قال ان اموال المعاشات مفروض تدرها هي اخصة بقى وان ما ينفعش الحكومة هي اللي تضبر اموال المعاشات من جبه وبيقول ان انا مقدرش ان انا حمل الحكومة الحالية وزر ما كانها يحدث في السنوات الماضية ده كلام محترم اول لان هيئات المعاشات يا اخوانا او اموال التأمينات في كل دول العالم بتدار من هيئات خاصة معايا على التليفون الاستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات مسائل فلو استاذ سعيد سائل فلو يا دكتور كل سنوح حضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى كل المصريين يا رب امين يا رب النهاردة رئيس البرلمان بيقول كلام محترم وحل بيقول انا لاصحاب المعاشات ان تدير هيئة خاصة اموال المعاشات بقى هي اللي تقرر لهم الزيادات وهي اللي تستسمر وهي اللي تعمل كل حاجة ايه رأيك في الكلام ده وشايف الهيئة دي تتكون ازاي ده كلام محترم محترم جدا وعلى الاخص ان هو بييجي وفقا لنص دستوري لان دستور الدستور 2014 نص في مادتين المادة 17 والمادة 27 المادة 17 اتكلمت على انشاء هيئة مستقلة لادارة شؤون اموال سندق المعاشات هذا الامر طبعا بيتطلب قانون لان الدستور بالمواد بتاعه بيحتاج قوانين بتنفيذ ما جاء به من مواد انا شايف ان هذه الهيئة يجب ان تكون تحت تبقى تحت رؤية مبشرة للرئيس الجمهورية ويتم تشكيلها من مجموعة من الخبراء المشهود لهم على كل الاحوال في هيئة الاسمار الموجودة في هيئة التأمينات دلوقتي بتدير 208 مليار جنيه من اصل مبلغ اجمالي للاصول الرأسي مالية اللي هو بيساوي 851 مليار جنيه منهم 208 مليار بيتم استثمرهم عن طريق هيئة موجودة داخل السندق المعشات لإدارة هذه الاموال بتحقق عائد بيصل الى بالصبت 15.8 يعني 16% ده رقم حل في الوقت لاموال المعشات يعني انا عندي مثلا السقوق 371 مليار العائد بتاعها 9% عند منك الاستثمرار قوة مواخد 56 مليار العائد بتاعها 11% لا انا عندي الهيئة اللي موجودة في داخل السندق حاليا بتدير 208 مليار بتحقق عائد يخرج من 16% فما بالك كمان لو كان هيبقى هيئة مستقلة بعيدا عن اي تعقيدات حكومية هيبقى ليها فرص اعلى انها تستثمر هذه الاموال بحرية اكثر لتحقيق عائد اكثر يعود بالنفع على الشاف ده ممكن يحصل امتى السيد سعيد الكلام ده ينفع لما يظل بشأن قانون من مجلس النواب فانا برطالف رئيس مجلس النواب ان انا بنتهز الفرصة بالتصريح بتاعه وبقول له الامر النهاردة بيتطلب اساسا ان يكون فيه تشريع بهذا الامر وانحنا عندنا الدستور المدى 124 بتدي الحق للنواب انهم يقترحوا قوانين او رئيس الجمهورية او الحكومة يعني اه اه اواني النهاردة دستور 2014 مضى عليه النهاردة اكثر من 5 20 ولم يتم تفعيل المواد اللي فيه الخاصة النهاردة طيب بالنسبة الزيادات بتاعت المعشات اهلين اصحاب المعشات هيبدأ يصرفوها من انت الشهر اللي جاية وحد سبعة اللي جاية وحد السبعة اللي جاية هيفضل الناس اصحاب المعشات يصرف واللي بيصرف من ال Nach وحال ان احنا بنصرف المعشات بتاعتنا بنصرف ها 30 يوم مصبق يعني مشلا الشهر اللي جاي لها واحد سبعة اللي جاي احنا هنسرت معاشات شهر سبعة. فحيبقى من ضمنها الزيادة اللي هي بواقع خمستاشر في المية بحد ادنى مية بخمسين جنيه مع رفع كل المعاشات اللي نسبتها اقل من تسعمائة جنيه الى تسعمائة جنيه. اه يعني رفع الحد الادنى هيرتفع من الشهر الجاي لتسعمائة جنيه برضو? اه طبعا اي معاش لو اخذ الحد الادنى اللي هو محدد مية وخمسين جنيه. لو ما وصلش معاشه الى تسعمائة فيتم رفع هذا المعاش الى تسعمائة جنيه. ده ينطبق على معاش السادات? لا. ده على معاشات الممولة المعاشات التأمينية. لكن معاشات الضمان لا. معاشات الضمان بيظل بشأنها قوانين سيادية من رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع الحكومة طبعا. نعم. لان ده معاشات بتبقى على جانب الخزانة العامة للدولة. طب الـ 15% الزيادة بدون حد اقصى؟ لحد اقصى يساوي مجموع الحد الاقصى لاشتراك القادر الاساس والمتغير المحدد بـ 5551 جنيه وده معناها من الحد الاقصى. للمعاش هيبقى 832 جنيه ونص. نعم. انا بكلم على الزيادة الـ 15% لها حد اقصى؟ هي حد انا بكلم على الزيادة. لابقول لحضرتك لاهلينا اصحاب المعاشات بتكلم في 9 مليون مواطن مصري بيتقادوا معاشات تأمينية. رفع الحد الادنى لـ 900 جنيه انا عارف قد يكون قليل لكن في النهاية اقصى استطاعة يمكن ان تقدمها الحكومة في ظل الظروف اللي صعبة دي. هطلع فاصل بعد الفاصل هيشرفني الباحث في حركات الاسلام السياسي الاستاذ ماهر فرغلي. هنتكلم على الاحداث اللي حصل في سينة مؤقرا. قدور الجيش والشرطة. وايضا القبض على هشام عشماوي واهميته الاستراتيجية لاجهزة الامن المصرية. بس هنشوف تقرير قبل ما نطلع فاصل اللطيف كده عن مواطنين مصريين غويين غية الحمام. بيشتروا فرد الحمام لحد 40 الف جنيه ويعملوا فيه تعديل سلالة وتحسين ويطيروا ويبعوا ويكسابوا وطلع الناس كتيرة عندهم غية الحمام دي. تعالوا نشوف التقرير ونطلع فاصل. انا بيرب حمام وانا عندي 10 سنين بس ما كانش بالامكانيات دات يعني كان حمام كانت غيص غيرها وحمام بسيط قوي يعني. لحد بقى ما طبعا اشتغلت وكده امكانيات زادت شوية فبدأ تحسن بقى. بص يا الغية مبنية على الغل والحبت ما حدش بيحبك احسن منه. يعني لو عندك حمام احسن من حد تاني من اصدقائك ممكن يخسرك بسبب اللي حيعم ده. ليه بيبعيز ان هو يبقى افضل منك احسن منك بيحاول يوصل اعلى. فبتبقى فيه عمليات ريغة وتفرق بقى ان انت راوى منه وانت زرير وانت داخل بفلوسك. مصاريف الغية تكلفت الغية بس في قدية تكلفت حوالي خمستاشر. غير طبعا الببان بقى اندخلت في حوالي عشرين مثلا. ممكن فرد الحام يبدأ مثلا منه من ألف جنيه يعني يوصل لرعاتي عشرين تلاتين ألف جنيه. مفيش فرد الحام بيزيد عن تلاتين ألف جنيه. احنا بنسمع اسعار كتير. بس ما شفناش حد بيبع الانواع اللي عندي دي حمام طاير بس في بعض الانواع نفس الانواع اللي عندي بس مصاريفات أعلى ممكن توصل مثلا لحد خمستاشر أو عشرين. عشرين ألف. انت بتبادي عن الوقت. بتبادي عن الكشكات والشوامر. تدخل في حمام الرزق فيه حمر فيه مرقعات فيه صوافة فيه شرب نادق فيه بلق سود. اللي بلق لسود دلوقتي ماسك سعر قوي. وحمامية قليلة والناس كلها بتدور عليها. حمامية يعني مطلوبة. أقصى يعني فيه حمام ممكن يوصل لثلاثين فعل. فيه يعني فيه تعرض فيه. عند الناس يعني أنا عارفهم فيه تعرض بثلاثين ألف. الحمامية بثلاثين ألف جنيه اللي بيروح يشتريها اللي بيحط ثلاثين ألف جنيه عارف ان هو بيحطهم فيه. بيجيب دكر مثلا مثلا بتلاثين. بيجيب نتاة عشرة. الجزء ده يفرخوا. لو بعت زرالين بخمس تلاف جنيه بيع عشر زرالين منه لما فلوسه. يعني ليه مثلا لون عين معين. ليه تركيب معين. ليه محتفظ بصفات معينة. مش موجولة طبعا كل ما عدد الحمام الطير يزيد كل ما السعر بتاعهم هيزيد. يعني أنا لو عندي خمسمائة حمامة في مئة وخمسين جنيه. هتلاقي عندي مثلا حمام طير بسببين ألف جنيه بطلع كل يوم اختح له في الهواء. أنا هاوي. أنا هاوي. أنا هاوي حمام. مش بتجري فيه. يعني أنا بحب الحمام بس كده. دي أولا عن مملكة بتاع تماما. في ناس رويال مزاجر. يعني في فرقة هتشتري فردة حمام بثلاثين ألف جنيه ما يبعوش. واللي يتطلع منه يا ربي. ما فيش مشكلة ده واحد ظروفه المادية مستراحة. وبعدين أنا باخد الحمام يعني بعتبره رياضة. زي أي رياضة. ممكن أحرم نفسي من هذا. راح أجيب فردة حمام عشان أنا نفسي فيه. هي دي متعة الرياضة. شهر رمضان والصيام والمسلسلات لا يمكن أن ينسينا عن حدث من أهم الأخبار اللي حصلت خلال الشهر الماضي وهو حدث وصول هشام عشماوي المطلوب رقم واحد لدى كافة الأجهزة الأمنية المصرية على طائرة مصرية للأراضي المصرية. ونتيجة مجودات أمد بيئة المقابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل. هشام عشماوي حاجة خطيرة جدا. يعني كنز معلومات تتمنى عديد من أجهزة المقابرات أنه كان يقع في ايديها. لكن الحمد لله هو الآن أصبح في قبضة أجهزة الأمن المصرية. لازم نعرف مين هو هشام عشماوي وليه أصبح هو المطلوب رقم واحد لدى الأجهزة الأمنية المصرية. وهل ممكن التحقات معها تكشف تكشف عن أسرار جديدة للأجهزة إحنا أو الأجهزة بكادش تعرفها. السئلة كتيرة هترحى على طيفي الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي الأستاذ ماهر فرغالي كل سنة وانت طيب. عيد سعيد عليك. كل سنة وانت طيب. من هو هشام عشماوي أستاذ ماهر؟ هشام عشماوي ضابط مفصول من الجيش المصري كان مهم جدا طبعا حدث وصوله على أرض مصر والتنسيق اللي حدث من المخابرات العامة المصرية أو إزاي إنها جابته على أرض مصر بعد ما تم القبض عليه هناك هشام عشماوي اللي هو شارك في تدريب جماعة بيت المقدس هشام عشماوي اللي شارك في قتل جنودنا في كرم القواديس بنفسه بنفسه اللي قتل جنودنا. طبعا هشام عشماوي اللي هو شارك في محاولة اختيال وزير الدخلية الأسبق محمد إبراهيم وهو بنفسه اللي كان ماسك الكاميرا بيصور لحظة التفجير مع زميل وليد بدر اللي كان برضو الانتحاري هشام عشماوي اللي هو شارك بنفسه في كمين الفرفرة وأصيف في قدم اللي هو بيقرج عليها إزاي ما أنت شاهدك لحد دلوقتي هشام عشماوي اللي هو كان واحد من خلية مدينة نصر اللي هي عملها ضابط برضو سابق محكوم عليه بالمؤبد اسمه طار أبو العزم ومحكوم عليه في السجون هشام عشماوي اللي هو شارك في خلية الجمال اللي هو كانوا بيهربوا الأسلحة على الجمال من الصحراء الغربية بتيجي من ليبيا تدخل على سيناء وكان بنفسه بيشارك في هذه الخلية مع محمد جمال الكاشف اللي هو محكوم أيضا واخد حكم المؤبد شام عشماوي كان مهم جدا يعني عشان دي الحاجات اللي هو شارك فيها دي بعد كده تدل على دلالة واضحة لأهمية وجوده وأهمية القبض عليه وأهمية وصوله إلى أرض مصر للتحقيق معه واستكمال التحيات في مصر هشام عشماوي اللي رح في ليبيا وشارك في مجلس شورى المجهدين في ديرنا وكان بيقود الحرب على الجيش الليبي هشام عشماوي اللي هو أسس ما يسمى جماعة المرابطين ووقادها بنفسه وكان اسمه بعمر المهاجر كونيتو وطلع إصدارين بيهدد فيهم الدولة المصرية هشام عشماوي اللي هو عمل كلف مجموعة بيذهب إلى الوحات اللي هي خلية الوحات الشتفاء 16 ضبط مصر هو اللي كان موجود هناك في الوحات لا ما كانش موجود لكن هو كان قائدهم وكان هو اللي بيحركهم هو اللي كلفهم بالدخول إلى أرض مصر وهو جرائم كثيرة جدا متنوعة تبتتكلم النهاردة على واحد في تأسيم التنظيم القاعدة واخد جناح اللي هو المرابطين واخد الجناح ده اللي هو في أفريقيا اللي هو في ساحل الصحراء يعني هو مش محلي هو مش كده مسيطر على أو مسؤول عن عمليات إرهابية في شمال أفريقيا احنا عاوزين نقول حاجة نقول إن تنظيم القاعدة في مصر هو أوقف عملياته في مصر من عام 95 لعدم القدرة وده بإعلان أي من الظاهر رسميا فشمعش موكة أهميته هنا إنه عاوز يعيد عمل تنظيم القاعدة في مصر مرة أخرى لما دخل بتوع خلية الوحد دول كان من أجل التمركز والتجهيزات لإعادة عمل تنظيم القاعدة في مصر من جديد مرة تانية مالوش علاقة بداعش؟ لا هو يعني مر على تنظيم داعش ما لسه أقول لك ما كانتش فيه تماث فيه تماث طبعا بكل تأكيد ليه كان فيه التماس ده؟ هو أولا كان عضو في جماعة بيت المقدس جماعة بيت المقدس هتتحول بعد كده في تبايع تنظيم داعش وهيجي توفيق في ريج زيادة يبايع تنظيم داعش في اللحظة دي شمعش موكة واختلف معه وبدأ كان هو مكلف في هذه اللحظات بقيادة هذا التنظيم في محافظات الدلتة والوادي القاهرة وكافر الشيخ وهذه المحافظات فبدأ ينفصل تدريجيا عن تنظيم بيت المقدس ويؤسس تنظيم منفصل بذاته ثم يفر إلى ليبيا ويذهب إلى ديرنا مع تنظيم القاعدة في ديرنا هو وبعض من الزملاء اللهم رفضوا الاندواء لتنظيم داعش لكن كان له علاقات بلا شك مع تنظيم داعش اللي هو داخل مصر له علاقات شخصية وإنسانية كثيرة جدا وتنسيقية وكان أيضا له علاقات كثيرة جدا مع عناصر من المجموعات الإرهابية المسلحة لتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين ومن هنا بدأت لما قاد المجل الشورى المجهدين في ديرنا داعش حطوا على قوائم الاختيال فترة من الفترات وبعد ذلك انتهت هذه المسألة وانتهت هذه المرحلة هو أسس جماعة المرابطين في هذه الفترة وتولى قيادة تنظيم إقليمي يتبع لتنظيم القاعدة في هذه المنطقة وكان عاوز يعيد العمل القاعدة مرة أخرى الإرهابية داخل الأراضي المصرية من هنا بتنبع أهمية هشام عشماوي والقابض عليه ثم استكمال التحققات معه في مصر مهم جدا حدث مهم لأنه هنا هيديك معلومات عن تنظيم بيت المقدس المرحلة لا سأسأل حضرناك سقوطه سيكشف إيه يعني إيه النقاط أو الأسئلة اللي إحنا كأجهزة أمنية كلها عايزين نوصلها أول حاجة إزاي هو طبعا تم تجليده وتحوله يعني ده مهم جدا إزاي تم تحوله ده مهم جدا نعرف لأنك أنت عن قربة تعرف الأمور اللي دفعته لده واحد الناس اللي هي تابعه آآ 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 آ� وابو الوليد الصحراء وإزاي انفصلت عنه القصة دي كلها اللي يفسح للصحراء وأفريقيا. قلنا على تنظيم القاعدة والخطة بتاعته الجديدة إيه؟ هيقول طبعا معلومات غاية في الأهمية يعني أي جهاز استخباراتي في العالم مهم بالنسبة لهم تقع قدامه كل هذه المعلومات التمويل أيضا أستاذ ماهر. طبعا التمويل دعم اللوجستي من يمول. الأسلحة. من يمول. تسليح التغريب. آه. من يدرب. من يمد بالمعلومات. تبتكلم في أرقام باهزة. في أرقام طبعا ده هو ملايين. وكان بيمول بالملايين. تتكلم على أسلحة كان بتيجي لديرنا من تركيا بالسفن. محملة بالسفن. ومدعوم قطريا بالأموال. اسم تركيا وقطر هيبقى موجود في التحالي. طبعا موجود بكل تأكيد. بكل تأكيد. وأكيد هو مر على ناس من ضباط المخابرات اللي هناك. لأنه كان شخصية معروفة. وكيد هم التقوه. وهذه المجموعات الموجودة في ليبيا. كانت بتلتقي بناس من هذه الاستخبارات. وكانت يمدوها بمعلومات ويمدوها بأموال ضرورية. سقوطه عمل من حالات الديء في أي بلاد أو أي أجهزة مقابرات. ده كان طبعا هو طبعا سقوطه رمزية كبيرة جدا. أولا هو داية التنظيمات اللي هي موجودة جوة مصر. أولا الإخوانية. انت هتلاحظ طبعا على السوشيا اللي اشتغلوهم طوال الوقت تتكلموا. ده مطلعين شوية إشعاعات. لا حولوه إلى بطل. بطل. حولوه إلى بطل مش إرهابي. واحد وإحنا في بعض الأسف الصحفين ومن يطلق عليهم باحسين بدأوا يهبدوا في حاجات على هشام عشماوي يعني غير وقعية. كتيرة جدا. أه لبسو قضية النقب العام. مثلا دي كانت جريمة كبرى. يعني انتوا بتتكلموا. ليس لقوا علاقة مطلقا بقضية النقب العام. خالص. وانا كتبت دا حتى على الفيسبوك. كانت في صفحتي وفي تويتر. انت النهاردة بتقول إن شام عشماوي نقب العام. ما حصلش ان هو ليه هو العقد. النقب العام. نقب العام يحيى موسى بشكل مباشر. من تركيا. على السماحي. من المجموعة بتاعة تركيا. والمجموعة اللي هي جوة مصر اخترت. تقول إخوانية دي. فانت بتتكلم ان ان بتجي تقول إن شام عشماوي عملها. يبقى انت بتبر جماعة الإخوان. بتقول الناس اللي عدمت دي ناس. التسعة. اه طبعا. يعني. تمام. فهنا دي النقطة الأولى. النقطة المعلومات اللي هبدوا فيها معلومات ضخمة جدا. ساهمت كمان في تصويره على إنه يعني بطل. خدوها بتقول الإخوان. ده فعلا بطل. عمل ده كله. فده كان خطأ كبير جدا. وده لم يكن حقيقة لما تيجي تتكلم على إنه مثلا الرجل الثاني بعد دايما ظهر. ده مش حقيقة. ولا الرجل الثاني كبير. سيف العدل طبعا هو اللي هو الرجل الثاني. لكن مش هو الرجل الثاني بعد سيف العدل. فأنت بتتكلم على كلام عبسي. في هذه الفترة. دي. بس لا يمنع أن يكون هناك تماس بين إيشام عشماوي وجامعة الإخوان. في بص رحص فيه خلال هذا الأسبوع. في حاجة مهمة جدا حدثت خلال هذا الأسبوع. ما هي. ما هي. ما هي. انت عارف خليط الوحاد دي كان اسمها جامعة انصار الإسلام. وأطلقوا بيانات بهذا المسامة. فلما نيجي بعد خليط الوحاد ما انتهت وتم تصفيتها تماما. وآآ نشوف خلال هذا الأسبوع بعد بعد الشام عشماوي تم تسيمه المصر. بيانين لجماعة انصار الإسلام. بيانين يصدروا. ويهددوا فيهم بضرب مصالح داخل مصر. طبعا الكلام ده عبس. من اللي عامل الكلام ده جماعة الإخوان المسلمين. اللي هي في مجموعات من مجموعات حسن الإخوان المسلمين. وكانوا اطلقوا بيان منذ سنة وفيديو. تحدثوا فيه عن عملية الوحاد باسم جماعة انصار الإسلام. وهم جماعة الإخوان. وقالوا معلومات داخل هذا الإصدار. الفيديو كلها معلومات بنسبة 70% خاطئة تماما. خاطئة تماما. يعني أنا سمعت هذا الإصدار. قلت 70% منه خاطئ. إصداره خلال هذا الاسبوع بيانين تانين. ليه بقى عاوزين يقولوا ان جماعة هشام عشماوي وأنصار الإسلام لا تزال موجودة. إثبات الوجود وإظهار كيان هذه الجماعة لا تزال مستمرة. وده مش صحيح. لكن ده من أعمال ومن صناعة جماعة الإخوان المسلمين على أساس تشتت الأجهزة الأمنية. هو بيتصور ان الأجهزة الأمنية في مصر ضعيفة. بيتصور ان هي أجهزة لسه كي جوان. هتسمع كلمة أنصار الإسلام وبيان والبيان التاني. يبقى إذن في جماعة لهشام عشماوي موجودة. إذن نباعد بعد عن حاسم دي شوية. وكمان عشان التكلفة كمان بتاعت. العمليات بتاعت حاسم أصبحت باغزة على جماعة الإخوان المسلمين. وعلى التنظيم كمان كله بالكامل دوليا. لأنهم بيتهموا وبيبدأ يتكلموا معهم أنتم إرهابين. أنتم بتمرسوا أعمال إرهابية. وبدأت فرنسا بتناقش أن أنتم جماعة إرهابية. الولايات المتحدة أمريكية بتعلن حاسم جماعة إرهابية. فهو عاوز يقول ما فيش حاسم. ده فيه جماعة تنصر الإسلام اللي هي تابع حشام عشماوي. هم يعملوا عمليات عشان انتقملوا حشام عشماوي. مش الإخوان المسلمين. طبعا ده كلام فضو خداع من أسليب الخداع الإخوانية. طبعا زمهن الصحفين والباحثين لازم يعوه ويفهموا النقطة دي جيدا يعني. وهم بيتكلموا عن جماعة نصر الإسلام أو بينقلوا هذه البالة. في المقابل إرهاب كبير قائد زي حشام عشماوي. سقوطه بقى. ينتج عنه ايه فيما تعلق بالخلايا العنقودية اللي هو كان بيدرها أو بيشتغل معها. من خلال دراساتك في حركات الإرهابية. واحد هو أولا بيعمل انهيار معناوي لهذه المخموعة. طبعا ده هو رمز. لأنه رمز رمز. فهو عشان انت تجيب رمز زي هو تصرف عليه كتير قوي. تصرف عليه ملايين عشان تعمل ده. وياخد سنين طويلة جدا. فانت واحد ده سقط فعشان يحط له بديل كفر بيكون صعب عليهم جدا. بيوجدوا البديل بسرعة ماشي. لكن هو مش بيكون بنفس الكفاءة ونفس الخبرة السابقة. لواحد زي شام عشماوي كان واحد من ضباط الجيش. فدي واحد. اتنين بيعمل عملية انشطار وانشقاق داخل الخلايا. لأنه هو هنا بيحصل خلاف من يخلف. من يقود. التراتبية دي مش محددة. مش محددة. بيجب كل واحد بيشوفه ملأة حقية بان انا اكون انا القائل. وبيبقى في صراع. بيبقى في صراع في احيان كتيرة جدا. صراع كمان افكار. لان هو تصورات هشام عشوانت لما شوف مراحل عدلشته هتلاقيه يعني اختلف يعني ما بين داعش بيت المقدس القاعدة خليت مدينة نصر غيره. هتلاقيه رايح نازل رايح نازل كده. فانت بتتكلم على هذه الافكار برضو هتلاقيها مهزوزة داخل التنظيم. يعني هتلاقيه مهتزة هذا التنظيم. مجرد غيابه هيحصل اهتزازات داخل هذه المجموعات. وتتسرب مجموعات. تروح مجموعات مع الاخوان. تروح مع اي مجموعات اخرى. لكن طبعا بيعمل اشكالية كبيرة جدا للتنظيم. واعتقد ان تنظيم هشام عشموي تلقى ضربة بسقوطه. اعتقد ان هو يعني انتهى. يعني زيه زي تنظيم اجناد مصر. يعني هو تنظيم عبارة مرتبط بقائد شخص. يعني همام محمد محمد عطية. لهو اسس تنظيم اجناد مصر. لما نشوف برضو ونشق عن بيت المقدس. والولد ده كان خطير جدا في اه خبير في تركيب المتفجرات. وكان امنياته مرتفعة قوي. وكان راح العراق ورجع. لما لما تم الوصول ليه في منطقة الطابق بفيصل. وتبادل مع مع الشرطة اطلاق النيران وقتل. انتهى تنظيم اجناد مصر تمام. ما نسمعش عنه دلوقت. وده مهم جدا ان احنا نعرفه. يعني ده ده عشان الناس اللي بتتكلم. انبارح سامع في قناة الجزيرة. احد البحثين العرب يعني. اه. وطالع بيتكلم على عملية سينة. انا بقلب بصفة انا بسمحاش القناة دي. فبقلب كده فلقيت وبتكلم عن العملية في 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 سينة بيقول ان دي تؤشر وتدل على ان التنظيم ما زال في اوج قوته وانه العملية التي كانت في الشباط مش عارف عام كام. اه 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 فشلت على العملية الشاملة والكلام ده. طبعا ده كلام اه كلام جنون وعبس. واخد بلك. انت بتتكلم النهاردة عن اكتر من تسعتاشر تنظيم كانوا موجودين في مصر. من عام الفين حداشر الفين تلاتاشر لا يوجد منهم جير تنظيم واحد. منهم تنظيم المرابطين هشان عشماوي او انصار الاسلام. واجناب نصر. وانصار الدين. وجند الاسلام. وجند الله. وعد بقى للصبح. عد للصبح تنظيمات. اين هزي التنظيمات? هو تنظيم واحد اللي هو بيقول لك اه يطلق على نفسه لا يسين. لو كان اسمه بيت المغرب. طيب هزا التنظيم ما لا تزال بعض المجموعات منه. تمام? ازا لما اتكلم عن تمنتاشر تنظيم ضع واحد قاعد. ده انتصار ولا هزيمة? انتصار طبعا. انتصار طيب. لما اتكلم عن الفين حداشر ده وفق الهيئة المصرية العامة للاستعلامات بيانات رسمية. في عام الفين تلاتاشر ميتين اتنين وعشرين عملية في شمال سينا فقط. ميتين اتنين وعشرين عملية. اه. ده رقم كبير. رقم كبير جدا. جدا. طيب. تتكلم عن ستاشر سبعتاشر اكبر بقى. فوق الخمسمائة عملية. اه مش فاكر خمسمائة وسعبعين خمسمائة سبعة وسعبين حاجة. ستاشر وسبعتاشر. ده فهم فكروا ياخدوا الشيخ زويل. وانتهوا بهزيمة ساحقة بعد العملية دي في الشيخ زويل. طيب. تيجي بعد كده في الفين تمنتاشر اللي احنا عدت. في الفين تمنتاشر تساحتاشر. انت بتتكلم عن تمنتاشر عملية طول الساعة. من خمسمائة وحدة. طبعا. وعلى فترات متباعدة جدا. فيش فرصة. ما فيش فرصة. اذا العملية اش عاملة نجحة. نجحة. يبقى انت بتكلم عن نجاح. احنا هنا بنتكلم حتى تحليل احصاء يا اخي. انتوا مالباحسين ازاي. تعال ندخل لتفاصيل اكتر لكن بعد هذا الفاصل ماذا يجري في سيناء الاسبوع الماضي. بجد التحية لحضراتكم حواري لايز المتواصل مع الاستاذ ماهر فالغالي الباحث في شؤون حركات الاسلام السياسة وانجاز التعبير الارهاب. اه قبل الفاصل قلنا ان احنا هنشير لما يجري في سيناء مؤخرا. ونجاح قوات الشرطة المصرية في انها تحصد عدد من ارواح عدد من الارهابيين تجاوز التلاتين ارهابي في بيانات متتالية من الداخلية المصرية. وعبر فيديوهات نشرتها اه على شاشتنا الفضائية. استاذ ما ارى ايه اللي حصل في سيناء فجأة الاسبوع اللي فات. وليلة صلاة العيد. وهجوم على كمين ثابت. ثم نجاح بقى قواتنا اه في اه قتل عدد من هولا الارهابيين. قبل ما اتكلم على اللي حصل في الكمين عاوز اشير لنقطة مهمة جدا. انت بتتكلم هنا عن ظروف صعبة جدا بتمر بمصر. ما يحدث في السودان ما يحدث في ليبيا. آآ بتتكلم الف بها ابجديات اسلام سياسي. المذكرة الاستراتيجية لعبدالله محمد. لما تطلع على هذه المذكرة الاستراتيجية وهو احد منظرين تنظيم القاعدة. وداعش استفادت منه قوي. بل هو بتكلم عن نظرية اسمها نظرية الزراعين. ده نظرية غاية في الخطورة وبتكلم عن مصر تحديدا. نتكلم عن ان ازاي الزراعين دول يحيطوا بمصر. اليمن الشاء. عشان يسقط الدول. يسقط دولة في اهمية مصر. فانت بتتكلم عن عن ناس بتخطط استراتيجيا دايما طوال الوقت. انها تحيط بيك. وتعمل لك مجموعات. وتعمل لك ارهاب حواليك. وتعمل لك فور. وطلع حسنة ساس بحر. الوضع في ليبيا. اه حدود غربية ملتاة. فانت عاوز تفصل اللي حدث في الكمين. اه. عن ليبيا. عما يحدث في الجنوب الليبي. وعاود التنظيم داعش. ما التنظيم داعش بدأ يعمل عملات في ليبيا وارجح تاني. اه. انت عاوز تفصل ما يحدث في اه. عما يحدث في السودان. في في في. اه اقيل او تردد بان حدثة الكمين المؤقرة جاءت ردا على القبض على شمع اشمال. لا ده مش صحيح. هو ده تنظيم وده تنظيم. اه. يعني اللي اللي في سينة دول تنظيم داعش مبايعين لتنظيم داعش ومصرين على هذه البيعة ومستمرين على هذه البيعة. وعاوز اشير لنقطة مهمة. يعني هو في. ليهم جريدة اسبوعية بتصدر مش بتوع مصر. اه. التنظيم الام المركزي. اه. لا زال يصدر جريدة اسبوعية اه. الكترنية على ان تسمعها النبأ. وفي عادتها الاخير اللي بيصدر كل اليوم خميس. في ليلة الخميس في الليل مساء الخميس. ذكروا ان ما حدث في خلال اسمه غزوة الاستنزاف. وغزوة الاستنزاف دي لم تحدث في مصر. دي حدثت في دول كثيرة في العراق وفي سوريا وفي وسط اسيا وفي الفلبين وفي ليبيا وفي غيره. وصلت في بعض الدول الى تلتميت عملية. مصر الوحيدة اقل الدولة. حدثت فيها عمليات ارهابية. في هذا الهلال الارهابي. لهم اتكلموا عنه. عملية واحدة فقط. انا لما شفت الانفو جراف اللي هم عاملينه. في الجريدة بتاعتهم. قلت ده هذا انتصار لمصر. يعني ميجا بباكر البغداد يخطط لغزوة بهذا الحجم في هذه الدول كلها. تحصل هذه العملية في احد كمائن الشرطة فيه. رغم فجاعة الحادثة. رغم دمويت وارهابيت الحادثة. وفي يوم يعني اجتماعه نسبة كبيرة جدا في نسبة عيد. وخارجين من رمضان. فدي ناس طبعا لا تعرف الله. لكن هما هو حاب ينكد عليه. هو دايما بيستغل هذه المناسبات. لان فيها نوع من الارتخاء قليلا. بس عزين نشير ان العملية لم تكن تستهدف الكمين فقط. لا ده هو كان رايح يقتل مصلين. ده هو اللي هيطلع. يعني كنا هنكرر حادثة. اه طبعا. ده طالع من الكمين هنروح يعمل العملية تانية. اشد. اه. اه. قتل هنا وصلوا للمجموع. قتلوا تقريبا اربعة وخمسة في الصدام المسلح مع الكمين. وبعد كده وصل الدخلية والجيش وصل لمجموعة اخرى. وصل اربعة تقريبا الدخلية اصدرت بيان مبارح. على اربعة تاني. وصفوا المجموعة. بيجوا الاخوان مبارح. يتكلموا. يتكلموا في القنوات. ده مش شيء المجموعة. ده هما جابوا ناس مختفين قصريا شوف يا اخي الاجرام. وشوف يا اخي. ترد عليهم تقولي. اولي اقول لا ده المختفين قصريا دول فعلا دول ما كانوش مختفين قصريا دول مع تنظيم داعش. انتو بتقول عليهم مختفين قصريا لكن كل الوقائع والادلة والبراهين تزبد ان كل الناس اللي بتقول عليهم مختفين قصريا هم عضاء في تنظيم داعش وفي سين. ايه. iston. فهم هو طول طول الوقت اللي اخواني هنا. بتلعب معاك اللعبة للأسف للأسف شغالين إلكترونيا كويس جدا ليه؟ لأنهم عندهم جوش إلكترونية شغالة مش في مصر في العالم هو التنظيم كمان الإخواني بيعيد تشكيل نفسه الآن أنا كتبت ده بيعيد تشكيل نفسه بشكل جديد تنظيم الميداني ده حاجة تنظيم الميداني دلوقت اللي هو مسحكه اللي هو المرشد العاملي المرشد الدولي سامير فلاح تمام؟ فده انت بتتكلم عن ده التنظيم اللي هو الميداني هذا التنظيم فيه شبكة هذه الشبكة فيها جزء اقتصادي وجزء دعاء إعلامي وجزء نسوي وجزء شبابي والشباب بتقال إخوان حتى في أوروبا دلوقتي بدأوا يتطوروا بقى يدخلوا الانتخابات ويدخلوا الأحزاب اليمين وأحزاب اليسار ويوصلوا القصة دي بقى بعقلية جديدة وشكل جديد من تحويل الإخوان إلى تنظيم إلى بلا تنظيم يعني لا نظام لا شكل التنظيم قدامك الشكل القديم هذا الشكل الجديد هو من يشعل الحرب على الدولة المصرية تحديد الآن الآن شغلين إلكترونيا فانتعاوز جيش متماسل معهم يتماثل مع هذا الجيش إلكتروني يواجه هذه الأكاذيب اللي طوال الوقت شغلين فيها للمرحل نروح ليه أحدث هنا الكمين كان هدف الهجوم عليه هو بعد تصفيته يذهبوا لقتل المصلي نعم بهدف بهدف هو زي ما بنقول إثبات كيان تنظيم داعش داعش الآن دخل في مرحلة انتقال من مرحلة ما يسميه أبو بكر البغداد الصبر الاستراتيجي للاستنزاف هو قال تحدث عن دافل كلمة الأخيرة اللي هو كان قاعد فيها آخر مرة وظهر فيها بشكل مؤخر كان قاعد مستند إلى أحد الجدار أو سطارة وراه حوالي أتباعه في لبس تقريبا شتوي يدل على أنه كان في مكان بارد يعني شمال العراق مثلا أو سوريا هنا بيتكلم على هيئة باللادن وأنا قلت الكلام ده في تحليلي لشكل الفيديو هو على شكل أسامة باللادن يعني على شكل نظام عمليات تنظيم القاعدة تحوله من نظام التمكين إلى نظام الانتشار ونظام الاستنزاف الوقت واللوقت يعمل لك عمليات ومن هنا جاءت العملية في سينة عملية إثبات رجودة أنا موجود في مصر أنا موجود هو من السهل عليه جدا يجند مجموعة وهذه المجموعة تقوم بعملية وتستطيع الحصول على الدعم هذه المجموعة لم تكن منفردة بلا شك من أطعمها أكيد يعني هي ليست زياب منفردة لا ليست زياب منفردة هناك من أطعمها هناك من أدالها السلاح هناك من أواها هناك من يعرفها وهي هنا دي البيئة الحاضنة والبيئة الجغرافية الوعرة وهو استغل المنطقة السكانية ودي منطقة الجيش كان يستطيع قصف هؤلاء الإرهابين بالطيارات لكن حماية المدنيين ما عملش ده واستغل وجود الكمين بالقرب من المساكن وعمل العملية هذه العملية مع لحظات الهروب وصلونه ووصلوا للمجموعة كلها لإثبات الوجود والاستنزافي إننا موجود داخل مصر لأن بكرة البغداد لاحظ لاحظ إنه ذكر أربع أو خمسة من قيادات التنظيم كلهم قتل ونعاهم في الإصدار الأخير اللي هو ظهر فيه قتلوا في مصر قتلوا في مصر وكلهم معادة واحد عرب مش مصريين يقول لك مش عارف مين أبو هجر العراقي مش عارف مين أبو هجر مش عارف مين الشامي الشامي يعني من سوريا العراقي يعني من العراق الجزراء يعني من الجزيرة العربية ما فيش غير واحد مصر السيناوي وذكر حوالي خمسة قتلوا من قادة التنظيم مصر انت لان بتكلم عن خمسة قتلوا كل ما يتولى واحد قادة التنظيم يقتل ده يواش يدل عليها ايا ناس قلولي ايا ناس اللي بتتكلموا على السوشيال بجهل ده يدل عليها لا يدل علي هزيمة التنظيم انت بتكلم على سيطرة امنية شبه كاملة شبه كاملة في شمال سيناء طبعا باستثناء باستثناء عمليات كل فترة لخلايا مزئاب منفردة هي خلايا متصلة بالتنظيم لكنها خلايا شاردة يعني خلية بتشكل نفسها ومتواصلة مع التنظيم لكنها خلية لا تعد كونها خلية لا تزيد عن 14-15 فرد لكن تنظيم بقوته تنظيم بقوته القديمة غير موجود اه يعني بقوته بقوته القديمة لا من 570 عملية على الاقل تتكلم عن 18 عملية اين التنظيم اين ابو اسامة المصري وازداراته متتالية اين هؤلاء مفيش مش موجودين وبعدين انت فصلت هنا عملت فاصل ما بين هذا التنظيم ما بين قيادته اللي كانت موجودة في غزة ما هو كان التنظيم واحد يعني التنظيم اللي في رفح فلسطينية مع الشمال سيناء كان واحد انت النهاردة نجحت في تغيير الديمغرافية دي وفصلت ما بين الحالة دي وقفلت الانفاء فانت هنا بتتكلم عن ايه لا بتتكلم عن نجاح وانهيار للتنظيم لكن هو كل فترة لازم يعمل لك ايه ما يسمى اثبات الوجود انا موجود لسه طب انت عاوز ايه لا انا موجود يعني اللي هي فده ده ده طبعا هينتهي متى هينتهي بأمور اخرى غير المواجهة الامنية المواجهة الامنية اللي هي امور اخرى من الدخل المصر ولا تعاون دولي لا بتحتاج تنسيق دولي وانا عاوز انا اشير لحاجة مهمة جدا يعني اصيدي برضو بالصب عندنا في سيناء اللي هي بيسموها العائدون وعاوز اوضح حاجة مهمة كل يعني انا شاف النزامية اللي بيغلطوا فيها يعني طوال الوقت بتكلموا على ان الناس اللي هما في سوريا وفي العراق اللي هما العائدين دولي بيطلق عليهم العائدين او المقبوض عليهم مع الاكراد لابد ان يذهبوا الى بلادهم ونابد ان نحتويهم ولابد ان نقوم بعمل برامج فكرية ونقعد ننظر في البرامج الفكرية وننظر ازاي ان هما هيعملوا البرامج دي وهينجحوا ويطلعوا اعضاء نافعين للمجتمع وهناك تجارب نجحت في هذه المسألة هذا الكلام ده كلام الاخوان المسلمين ده كلام الاخوان المسلمين ومنهج الاخوان المسلمين طب الرد الصحيح الرد الصريح الصحيح انت لما تيجي تقول لي انه واحد ويطلع ونوديه المانيا فيروح وبعد كده يرجع مصر نقاهله نعمله تأهيل هل انت تضمن تأهيله؟ طب يقول لك انا تأهل خلاص البنية النفسية بتاعته اتأهل يا سيدي اتأهل وطلع اجتغل ايه؟ هو اتأهل هيطلع يشيل السلاح هل تضمن مثلا المية سبعين يتأهيله تلاتين فشل هيشيله السلاحة تلاتين وسبعين هيرجعه هيسيبه للفكر ماشي انت نجحت في السبعين لكن فيه تلاتين يحملوا السلاح يخربوا الدنيا من قام بعمل ارهابي؟ النظرية السليمة من قام بعمل ارهابي؟ دمو يحاكم على عمله الارهابي في البلد اللي عمل فيها عمل ارهابي يعني هو ارتكب عمل ارهابي في سوريا يحاكم في سوريا عمل ارهابي في العراق وتم القبض عليه في العراق يحاكم في العراق وانا باختم معاك المشهد خلال الفترة القادمة المشهد مبشر مبشر جدا من ناحية الاسلام الحركة والاسلام السياسي فيه انهيار في او نزول في الخط البياني لهذا الاسلام السياسي في قبضة نجحت قبضة النية نجحت احنا بس محتاجين الفترة الجاية نشتغل على موضوع الافكار شوية عشان الاجيال اللي جاية مش بتكلم على الناس اللي معرسة العنف لا بتكلم على الاجيال اللي جاية عشان تحصن المجتمع خلال الفترة المقبلة نفكك عقل المتطرف ونشوف عقله بيكون ازاي وازاي يكون عنده قابله التطرف وازاي يتحول من متطرف الى ارهابي ونشوف المسألة دي عشان نعالج المسألة برمتها ونحمي المجتمع من الوقوع في براسن الارهاب في نهاية لقائي باشكر ضيفي الكريم الباحث المتخصص في شؤون الاسلام السياسي الاستاذ ماهر فرغالي شكرا جزيلا لحضرتها شكرا جزيلا وقبل ما اختم تواصلت معنا دكتورة نعيم سعد زاكلول بالمركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء وبعتت لنا انفوجراف عمل المركز بيتعرض لكل ما تناولته الصحافة الاجنبية عن الاقتصاد المصري سلبا او اجابا ده كان مطالبة مني وده صور للانفوجراف للمركز انه ياخد رد دكتورة على السعيد ما نشرته على صفحته يتم نشره في القرية وربما يتاح لنا بكرة شرح اكثر لانفوجراف مركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء كل التحية لحضراتكم حلقة انتهت معاكم اشوفكم بكرة على خير بيذن الله تعالى نعيش لو كان لنا عم ساعة عشر بالليل سلام عليكم اشتركوا في القناة